هيايا اوف والله نفسيا ضربت والله نفسيا ضربت يا جماعت اللي صار في الحلقة السابعة يا جماعة ايرن وقسوة وعدم وبالاته شي مرعب معاك حق ولا مما حرب 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 ايそ نسوي مكاسا وصبرها ودموعها على المهزل اللي صايرا قدامها القرد وسقوطه على يد ليفي العربة وتقطيعها العدد ماه بسيط من فرقة الاستطلاع غاليارد اوو يا غاليارد المطرقة وهي تدخل في فم أرن آرمن آرمن وتحولوا اللي فجر كل القوات البحرية إلى رماد وأخيرا راينر راينر وتحولوا الغريب اللي ما قد شوفناه زي كذا بس نشوف بعدين ليش حلقة قوية أوكي بس والله 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 ضيقت صدري أنا أنا سويش إيش أسوي يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحوا وعافية أول حاجة أعتذر يا جماعة عني تكلمت عن مشهد الحلقة القادمة بدون ما أعطيكم خبر في الفيديو السابق المعذرة التقدير الموقف ولكن اليوم راح أعطيكم خبر قبل ما نتكلم عن مشهد ما بعد النهاية فخلوكم معانا مرة لا تشيلوهم لما أنا ما أدري صراحة أفرح واللاحظة زي ما قلت لكم يعني إسام الله يهديه جاب لنا انفصام شخصية ما عاد ندري نوقف مع ذولي ولا مع ذولي نفرح لهذولي ولا نحن خلاص خلاص ارحمنا كفاية المهم يعيوني لايك واشتراك لو منتم مشترك وتعالوا خلونا نفسفس الحلقة السابعة من الموسم الأخير لأنيمي أتاك أون تايتن تبدأ الحلقة بما انتهت الحلقة اللي قبلها العملاق الفك يحاول أنه ياكل إيرن ولكن فرقة الاستطلاع توقف عند حده وفي اللحظة اللي كان ليفاي واللي معاه على وشك إنهم ينقضون على غاليارد ويخلصون عليه في هذه اللحظة بالضبط اللي توقعناها إنها تكون نهاية غاليارد والعملاق الفك يتم إطلاق طلقات نارية عشوائية باتجاه ليفاي واللي معاه طلقات نارية سريعة وعشوائية الضحية الأولى من فرقة الاستطلاع كانت ضحية مجهولة بوم انتهت الضحية الثانية من فرقة الاستطلاع برضو ضحية مجهولة بوم انتهت أنا هنا للأمان انخرشت أنا خايف على ميكاسا وليفاي يعني معلش البقية مع السلامة رجوكم سيبوا ميكاسا وليفاي في حالهم أوكي سوبرايز وخروج عن التوقعات بس مش للدرقات عالمهم يا حبيبي هربوا وكل واحد ايش نجا بجلده من هذه الطلقات النارية ولكن يترى مين اللي كان قاعد يطلق النار بهذا الشكل المرعب والعشوائي نعم انها العربة العربة وصلت يا جماعة في الوقت المناسب بالمليمتر العربة وصلت وعلى ظهرها أتباعها يطلقون النار أسلحة فتاكة ومدمرة أي نعم ماهي ضد العمالقة مدمرة ولكنها جدا فعالة ضد عدة المناورة أو ضد فرقة الاستطلاع يا رجل من قوة الأسلحة كل واحد فقع اللي اندسوا رجدار واللي خشف بقمطة خلق موت ما في لعب على كل حال بالرغم من الأكشن هذا كله والطلقات هذه إلا أنه ما في أي شخصية رئيسية ماتت انتقل المشهد إلى إيرين وفي يده عملاق مطرقة الحرب داخل قوقعة التصلب أوين كان اسمها ولما حط عينه في عينها وقال يلا بسم الله خليني أكلها بوم اتحولت إلى أشياء كثيرة شوية شجر على أشواك على رماح اخترقت جسم إيرين وخلاص شلته تماما إيرين صار كده ولكن يعني قدر أنه يحط يده على رقبته في اللحظة الأخيرة وتصلب على أساس ما تخترق رقبته ويموت يعني إيرين أوكي ماك الهوى حاليا ولكن أموره طيبة وبعدها يا حبيبي سجل دخول معفن أسوأ تسجيل دخول عرفه التاريخ سجل دخول يا قرد يا مشروع شاورمة رقم 2 للليفاي القادم ولحظة دخول القرد إلى ساحة المعركة تتجه الكاميرا مباشرة إلى ليفاي وكأن إيساي ما عارف إننا منتظرين هذا اللقاء ما بين ليفاي والقرد ويلتفت ليفاي وعلى فمه ابتسامة ثائر ولسان حاله يقول أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثوراتي الكل فرحان بوصول العملاق القرد العربة ونظراتها اللي ما لها معنى قال يارد فرحة بأن الموت ابتعد عنه خطوة أخيرا ما قث ونظرته اللي تقول هل يا ترى وصولك يا قرد خير ولا شر وصل القرد يا جماعة العملاق اللي راح ينقذهم من هذا الموقف المخيف قابي كمان في نفس اللحظة تركض معها بندقيتها وتصيح بعالي الصوت سوف أقتلك يا إيرين ييقر هنا يا جماعة وفي هذا النصب التحديد اللي قالته قابي رجع فيني الزمن لأول موسم لما كان إيرين غضبان ومقهور على موت أمه لما كان ثائر وعيونه مليانة غضب قابي يا جماعة في هذا المشهد تشبه إيرين بشكل مرة كبير آه آخ يا إيسايمة إيش فيه؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ عرب واللمعاوي يقول لهم لا تدعوهم يهربون أبيدوهم شر إبادة ومن الجهة الثانية يرد القائد العظيم ليفاي وبكلمات سريعة وتشجيعية لللمعاوي يقول لهم إياكم والموت عليكم بالنجاة ولأنه قائد عظيم وتلميذ للقائد العظيم إيرين يتقدم في هذه الهجمة ويهجم أول واحد ما قال روح موت وأنا وراكم لا أنا بنطلق وانتم معايا يا قوتك يا ليفاي يتفانيك وجبروتك يا شجاعتك وجرأتك يا ابن الأكرمين أوكي معلش وينطلق تجاه القرد في المواجهة اللي لطالما انتظرناها وبوم تبدأ الحلقة بشكل رسمي بعد أغنية البداية وكان عنوان الحلقة هجوم حلقة كلها هجوم فيه هجوم ما عاد فيه دفاع ما عاد فيه إلا هجوم يا الله بس يخرج من تحت الأنقاض فالكو مثل ما توقعنا في الحلقات السابقة راينر لحظة تحول إيرين حماه وأخذ في حضنه وتحول إلى نصف تحول كون كده شكل أشبه بقبضة اليد وحمى فيه نفسه وحمى فيه فالكو أزبد أن فالكو خرج من تحت الأرض بخير وعافية ولكن لما خرج كان قدامه مشهد أشبه بفيلم أكشن ورعب القرد يقاتل فرقة الاستطلاع العربة جالسة تطلق طلقاتها في كل اتجاه يقلع أم المنظر المرعب اللي خرج عليه فالكو ميكاسة تحاول أنها تفجر الصدفة المتحجرة اللي فيها عملاق المطرقة لعل وعسى إيرين يقدر يأكلها ونفتك ولكن للأسف قوة التحجر جدا ما هي سهلة مجرد خدوش بسيطة كذا جات عليها ولا تأثرت يعني ممكن ما هي خدوش كذا يعني أشياء بسيطة المهم أنه يرجع المشهد اللي فالكو فالكو هنا واقف وقدامه إيرين وبدأ يسترجع ذكريات سيد كروغر؟ عفواً إيش اللي سيد كروغر؟ إيرين ييقر؟ خدعتني ليش؟ هايوان قلب؟ أنت قلب؟ والله صراحة مسكين يقل عم الموقف المعفن اللي نحط فيه نضحك عليه وخرج ويلاقي هذا إيرين ييقر وقدامه قاعد يحوس أم الدنيا؟ أحيي المهم أنه فالكو في هذه كل لحظة بدأ يفتكر اللحظات الأخيرة قبل تحول إيرين افتكر أنه راينر حماه وتحول إلى هذاك الشكل أو الكيان اللي أشبه بيد ومباشرة رجع مرة ثانية علشان يتطمن على راينر وشاف أنه راينر غارق كذا في نص الكيان هذاك نصه بس اللي باين وكذا كأنه فاقد وعيه ما في استجابة أوكي هو مش ميت بس أنه مش عايش كي تحسوا إيش؟ يعني نص ميت وفي هذه اللحظة عرفنا معلومة جديدة عن قدرة الشفاء لدى حاملين العمالقة أوكي حامل العملاق يقدر أنه يتعافت القائيا من الجروح والإصابات اللي يتعرض لها ولكن بشرط واحد لازم يكون عنده إرادة لازم يكون عنده رغبة في الحياة وللأسف إحنا نتكلم عن راينر راينر ما عنده أي رغبة في الحياة يبغى يموت حاول ينتحر قبل كذا وأصلا كان يطلب من إيرين ويقول له أرجوك أقتلني فبسبب هذا الشي هو ما زال فاقد وعيه وتقريبا هو جالس يموت تدريجيا يعني هو في طريقه إلى الموت فجالس متصلب كذا علشان يرجع للحياة أو علشان يرجع لوعيه يحتاج محفز له علشان يقوم بالسلام عموما بنرجع لهذه النقطة بعد شوية نرجع المشهد اللي جان ومعه اثنين من فرقة الاستطلاع متوجهين للقرد ولكن القرد يمارس هواية الكريهة ويرميهم بكمية هائلة من الحجارة ولكنهم قدروا يتفادوها القدروا يتفادوها وللقرد بالعنية ما أصابهم بنيكتشف بعدين الاثنين هذول اللي لا يصلحهم تحمسوا يعني ينفكرين نفسهم ليفاي على غفلة من يداريشنا وين يسووا صراحة فقالوا لازم ننتقم لأصحابنا اللي ماتوا من شوي يلا بينا نهجم على القرد وابلع يا حبيبي خرط من عملاق العربة وماتوا الاثنين مجانين مجانين انت صاحي انت بعقلك انتويا القرد ما في ما ينفعلوا لليفاي ما حطوه خلاص انت تعلم الشيطان وروح ما أدري اذا لاحظتوا صوت العربة كيف يجيب المرض ايش الصوت المعفن هذا يا سحتر غرك جمالك يا خسارة حلاتك يبيك ما تدري ان ما غير طبعك يحليك خلاص حنقلبها يا امسي شعرية كل شوي يا بيات خلاص ما عليش ناسف المهم بعدها ينقذ شخص ثالث من فرقة الاستطلاع على العربة ولكن قال يارد يشبه كل واحد مخلب خلاه يبلع العافية ويموت هو الثاني الان يا جماعة قال يارد ما هو مبسوط ولا هو مرتاح اوكي احنا الان مسيطرين على الوضع الى احد كبير والقرد اخيرا وصل وامورنا في السليم بس يا ابو يا اكرامن اكرامن وينه ليفاي وين ليفاي وين اخ منك يا ليفاي يا مرعبهم انت ايها القزم المخيف يرجع المشهد الى ايرن وهو معلق في هذه الكومة من الاشواك وحاول انه يلتهم المطرقة بصدفتها ولكن للأسف ومثل ما كان متوقع تكسرت اسنانه يعني مو اسنانه بس تكسر حتى جزء كبير من فك اوكي واضح انه صدفة مرة قوية وهنا رجع بنا الزمن الى نقطة مرة مهمة وهي انه آني صاحبة العملاقة الانثى كانت برضو متحجرة في جزيرة بردايس والاكيد والله اعلم ومن كلام ايرن انه حاول ربما يأكلها بطريقة ما ولكن ما قدر يكسر صدفتها وتحجرها فيب في هذه اللحظات تأكدنا انه المطرقة بخير وعافية وانه آني كمان ربما تكون بخير وعافية وبرضو وضح لنا ايرن انه لولا انه المطرقة مستنزفة قواها وضعيفة حاليا لكان السهم هذاك اللي صفق في يده كان مفروض يخترقها ويموت ولكن اللي حسن حظه هو ولد يقر يعني جات فيه صالحه ايرن الان عملاقه منتهي ومتكسر وحالة امه حاله وهنا انكشفت لنا قوة ايرن الى وين وصلت ايرن كل ماله يكشف لنا قد ايش صار قوي اضعاف واضعاف عن اول يخرج ايرن من رقبة عملاقه ويتحول مرة ثانية الى عملاق من جديد يقطع ام ام القوة يا شيخ ايش هذا يا ايرن الى اين الى اين ايرن صار معضل ايرن معضل هنا يرجع المشهد الى بيك وتطمن فيها غاليارد وتقول له هدي عصابك يا وحش ايش بك خايف كذا ترانا مسيطرين على الوضع الامور كويسة محاصرينهم وكمان جيش المشاه تبع مار ليوصل ومحاصر المنطقة والقوات البحرية وصلت كمان وماسك الوضع من هناك الامور طيبة ما عليك انت بس اهدى طبعا بيك متوقع انه فرقة الاستطلاع الان منهكين ومعداتهم شبه منتهية ولكن ظهر لنا مشهد يوضح لنا انه فرقة الاستطلاع جايبين معاهم معدات اضافية بحيث لو نقص عليهم وقود او غاز او اي شيء ثاني يحتاجون من اسلحة وكذا بيكون متوفر عندهم بعدها وضح غاليارد وقال الان لازم ناخذ قوة العملاق المؤسس وكذا على السريع جاب طاري الورقة الرابحة ايش هي الورقة الرابحة يا ترى الورقة الرابحة اللي مع ايرن اتوقع يعني انه يقصد لو ساءت الاحوال في ورقة رابحة مع ايرن اللي هي دكة الارض ويقصد هنا غاليارد بدكة الارض ملايين العمالقة الضخام اللي مستخبين داخل اسوار جزيرة بردايس هذه هي الورقة الرابحة ومع مين مع ايرن ولا ندري هل ايرن ناوي يحرر هذول العمالقة او ملايين العمالقة المستخبين داخل اسوار بردايس ولا اصلا ما يقدر لانه في بحر ومحيط وحوسة وما في فايدة من تحريرهم ولا انهم عمالقة يقدروا يقطعوا المحيط برجولهم ما ادري ولا نقدر نجزمه لكن هذه المعلومة نحتاجها مستقبلا طبعا قال يارد كان مرة متهور هنا ويبغى يخلص كل شي بسرعة ولكن حنكت ودهاء وهدوء بيه كان له بالمرصاد قالت له يا ولد روك وهجب لا تستعجب كل شي حبة حبة ايش بك كده طاير بس تبغى تهجب قال لا ايو والله انت صادقة المفروضة الان نحمي قائدنا او العملاقة القرد بس نحمي القرد من مين يا ترى ايش يقصد قال يارد يقصد ليفاي يا جماعة ليفاي جاب لهم الجنان ليفاي جاب لهم عقدة نفسية ثلاثة عمالقة شايلين هموا لذي الدرجة يقلع ام القوة يا شيخ المهم القرد بعدها يمسكلوا كم صخرة في يده ويفتتهم الى قطع صغار وبوم ارمي يا حبيبي وابل من الصخور على الاماكن اللي مستخبين فيها فرقة الاستطلاع حقيقة كانت رمية مرة قوية وشفنا كيف انتشارها كان مرة مرعب وغطت اماكن كثيرة ولكن على ما يبدو انه ماحد مات منها يمكن لانه القرد قاصد يصرح القرد الان بتصريح ابن 66 قرد ايرين ييقر ليس عدوي احق ام المين عدوك يا وحش لا يكون كلام انا صح وانت متحالف معاهم هنا بيك توترت قال يارد قال يا ولد شكل القرد بيقلب علينا ايش فيه انا كمان قلت نفس الكلام ايه والله شكله منجيت شكله معاهم يكمل القرد كلامه ويقول ثمت شخص اخر قبله هولي منكي يا شيخ خرجت عصاب انا الله يرجك يا شيخ طبعا اللي يقصد القرد هنا انه ايرين اوكي عدوي حاليا ولكن ماه هدفي في هذه اللحظة هدفي الان هو ليفاي ولد اكرامن اظهر نفسك ليفاي تعال يا حبيبي بيني وبينك ثار قديم بيني وبينك معركة شرف اخلص ويظهر وبان بس ما عليك الامان طبعا هنا شفنا ليفاي معاه ساعة في يده وهنا عرفنا انه كل شيء قاعد يصير في هذه المعركة مخطط له بدقة لا متناهية كل شيء محسوب بالدقيقة والثواني كمان ليفاي الان يقدر يظهر بس انه منتظر لحظة معينة فيه وقت فيه خطة فيه ترتيب معين هم مسوينه وبالفعل بعدها ينتقل المشهد الى القوات البحرية سفن باعداد كبيرة اسلحة وقوات يا شيخ كفيلة انها تدمر مارلي بكبرها ولكن هنا ظهر الصياد الصغير بقاربه يظهر ارمن العقل الذكي والعملاق الضخم ويتحول في وسط البحر وكلنا عارفين ان تحول العملاق الضخم اصلا يكون انفجار يعني ارمن لما يتحول الى عملاق الضخم يكون بوم انفجار ابن كلب واتوقع انه يقدر يتحول تحول بسيط مثل تحولات بيرتولد وكذا يعني من دون انفجار ولكن اتوقع انه يقدر يحدد هل انفجر ولا تحول تحول عادي يعني كجزء من قوته وبالفعل تحول ارمن الى العملاق الضخم وفجر كل القوات البحرية عن بكرة ابيها بل انه دمر المينة بكبره وفياه لحظة وفياه لحظة تاريخية لحظة ماتت نسي لحظة ماتت نسي يا جماعة دمار كبير خلفوا ارمن وعملاقه وصلت اثاره الى ساحة المعركة يا عمي وهنا يكتشف غاليارد وماغاث وزيك وبيك كل اللي هناك عارفين ان هذا الانفجار ناتج عن تحول عملاق ضخم وهنا اكتشفوا برضه وتأكدوا يقينا انه بيرتولد ميت هم ما كانوا عارفين او ما كانوا متأكدين ولكن الان خلاص قضي الامر وعملاق بيرتولد او العملاق الضخم صار مع شخص ثاني وهو ارمن هنا عاد البقرة قال يارد تهور وجاب العيد يا عمي اهجد الله يرضى عليك اهجد انت ما تفهم تراك شوية قزم اهجد اهجد ولكن للأسف اتهور وانطلق وهو يصرخ بعبارة اروني ما لديكم يا شياطين كل خطتكم راح تنتهي لو قدرت احصل على العملاق المؤسس شوف انا قلت لك جي جي لحلقة الماضية اركض خلي الجنان يمفعك راجعين لك بعد شوية وصبر لي بس المهم يا جماعة فاكرين مشهد الساعة اللي كانت في يد ليفاي اللي تكلمنا عنه من شوية هيا هنا وفي هذه اللحظة لحظة انفجار عملاق ارمن حول ارمن خلق اجواء تشتت مناسبة علشان ليفاي يخرج وفي هذه اللحظة القرد كان مشغول بالحوسة اللي صير انفجار هناك وطلقات شناك ومصائب وفي لمح البصر يخرج ليفاي من العدم مدري من وين جاء وخرط لك رقبة القرد والله قوي والله قوي ليفاي يا جماعة لا ام القوة يا شيخ خرطة واحدة اكرمانية على رقبة القرد اسقطته ارضا وعلى وجهك وليفاي بالمرة علشان يضمن انه ينهي حياة زيك نزله واحدة قمبلة كده في رقبته ويفترض انه القرد انتهى يفترض ببساطة كده شوفوا صدقوني مستحيل يموت القرد بهذه السهولة مستحيل ما ادري عنكم بتصدقوا صدقوا ولكن انا تحليل الوضع انه القرد خرج من عملاقه في لحظة ما وانه زيك فعلا متحالف بشكل او اخر مع بردايس ليش لانه زيك تقريبا ما قتل ولا احد حتى لما كان يرمي الصخور كده بيده ما في احد مات معقولة صدفة معقولة ياهو الرامي الفنان المحترف يغلط واضح انه جالس يسوقها واضح انه قاعد يسوي مسرحية اتقولوني انه فجأة وببساطة كده بيموت والله اعلم انه حكاية القرد او انه زيك متحالف مع ايرن وشلة الجزيرة قد تكون صحيحة وبنسبة ماذا كبيرة لانه فعلا مستحيل العملاق القرد ينتهي بهذه البساطة مستحيل والادهى والامر معليش والادهى والامر انه ما شفنا ليفاي بعد القنبلة رمى القنبلة واختفى هل هو مات؟ مضحى في نفسه يعني انفجرت فت فت ورح ابويا ايش هذا فيه 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 هرجة صايرة على كل حال المهم انه رسميا وظاهريا بعد هجوم ليفاي على القرد القرد انتهى او على الاقل هذا اللي يحاول يوصله لنا الكاتب ينتقل المشهد بعدها الى بيك واتباعها على ظهرها وهجوم اخر من فيلق الاستطلاع مات فيه من مات وتظهر بعدها ساشا من احد الاسطح وارفعي بندقيتك يا ساشا صوبي سلاحك يا سيدة بطاطس بوم هيتشوت ويسقط واحد من اتباع العملاق العربة وينتهي تماما اه اقصد ايش اقول حلقة مجنونة خلاص العملاق العربة الآن غضبانة على موت واحد من اتباعها تنطلق بسرعة تجاه ساشا على اساس تقتلها ولكن لان الفيلق مخطط خطة بنت 66 فيلق يوصل جان في اللحظة المناسبة ويتزحلق على الارض بسرعة ويرمي واحد من الرماح المتفجرة في وجه العربة العربة الآن فقدت السيطرة الى حد كبير ولكن لسه ما خلص الفايت ثلاثة من فرقة الاستطلاع يقفزون من وراها ويمطرون عليها وابل من الرماح المتفجرة وقلبي قال ويدمرون عملاق العربة عن بكرة ابيه باللي فوقه بدروعه بجنوده خلاص العملاق العربة كذا تقريبا انتهى بل انه بيك شخصيا اصيبت باصابات مرة شديدة المهم بعد الانفجار خرجت كذا زي الصرصار بما تبقى لديها من قوة ورمت نفسها من فوق الاسطح وبعيد عن الانفجار وطاحت بجوار ماغاث وقابي وفالكو ورسميا الان وعلى ما شفنا العربة انتهت بنسبة كبيرة ما ماتت ولكنها من رحالة امها حالة بعدها يرجع المشهد الى ارمين وهو في وسط المحيط دمار ونار وجمر ورماد وحطام المحيط ناشف يا رجل دمار وصل الى جزء كبير من اراضي مارلي جثث ومباني مهدومة وطفل يصرخ من الالم من تحت الحطام تعالوا نبكي مع معهم والله بيني بقوة بيني بقوة ليش الرعب هذا ليش الدمار هذا يا ارمين ارمين يتلفت يمين وشمال بعد ما خرج من عملاقه يتلفت يشوف الدمار اللي خلف وراه ولان ارمين طيب وحبوب ومسكين وماله في العنف يحاول يطبطب على نفسه بكلمتين كلمتين تعطي المحاربين دافع في الحرب تعطيهم دافع أنهم يقاتلون ويستمروا في قتل أعداءهم من البشر آرمين يقول لنفسه هذا نفس الدمار اللي حصل في باراديس يفترض أني ما أعاقب نفسي فيما معناه يعني بالعكس أنا معايا حق هم قتلونا احنا مفروض نقتلهم لما أنا ما طول المشهد على آرمين ولكن كان مشهد يا جماعة وبرضو هنا اكتشفنا أنه والله أعلم أنه آرمين ما هو أبو لحية اللي طيح بيكو غاليارد في الحفرة ما هو آرمين يبدو ذلك لأنه صراحة ما أدري ممكن يكون حاط لحية مزيفة وقتها بس غالبا وبناء على شكله والله يبدو أنه ما هو ممكن يمكن ويمكن لا ما أدري ولكن إيش ستبدي لك الأيام ما كنت جاهل يا وجيه يرجع المشهد لجان وهو ينطلق بسرعة تجاه عملاقة العربة وهي على الأرض ولكن فالكو يتدخل بتدخل طائش ومتهور ويوقف في طريق جان ويقول له وقف أرجوك لا تقتلها جان هنا عازم ومقرر أنه ذبحها ذبحها الله لا يعوق بشر بلا فالكو بلا أرجوك بلا بطيخ ولكن في لحظة ما جان صار ضعيف كده كلمات فالكو كأنها أثرت فيه ما أدري كيف ولكن يعني إنسان في النهاية أكيد عنده مشاعر طفل يصرخ قدامك ويقول لك تكفى لا تقتل أكيد أنك بتتحرك شوية مشاعر المهم أنه جان ضعف بطريقة ما ولكنه رجع واسترجع غضبه وأطلق سهمه المتفجر ولكن العربة وفي نفس اللحظة أطلقت بخار من جسمها وغيرت مسار الطلقة الآن جان مصدوم كده قاعد يقول يا ولد أنا لا يكون من جل ضعف إيش فيني صرت ضعيف لا يكون غلط في التصويب معقولة لا يكون الولد هذا أثر فيني بالكم كلمة ذي يا ولد معقول يلا ما يهم شكل البخار غير مسار الطلقة وخلاص خليني على المعلومة ذي أحسن تخرج بعدها بيك من عملاق العربة وهي مصابة بجروح كبيرة ولكن لسه الهجوم منتهى تنقذ فرقة الاستطلاع عليها علشان ينهو حياتها ولكن يتدخل ماغث ببندقيته اللي أخيرا جابت فايدة واللي مع ماغث كمان بدأوا يحمون العملاق العربة من الموت وفرقة الاستطلاع كل واحد اشتقه قهقه تقهقه يا جماعة وفالك وقابي أخذوا عملاق العربة أو أخذوا بيك إلى مكان آمن يرجع المشهد إلى غاليارد وهو يركض بعملاق الفك فوق الأسطح مهارات عالية في المناورة غضبان لموت القرد والإصابة العربة وينطلق بسرعة باتجاه إيرن ولكن لما وصل عند إيرن إيرن بطش وبطشة كده غيرت له مساره ولكن في نفس اللحظة يعض إيرن ويقطع له يده بكل سهولة كده كأنها تشيز كيك شوت إيرن يقول أحا كيف كده يده انقطعت ببساطة كده معقولة لسه ما خلصنا يلتف غاليارد على يد إيرن بحركة بهلوانية ويهشم لوجهه ولما كان على وشك أنه يوجه ضربة القاضي الثانية على وجه إيرن إيرن مباشر وبحركة سريعة أخذ الصدفة تبع العملاق المطرقة وحما نفسه فيها ولكن مخالب غاليارد كانت قادرة إنها تكسر أو على الأقل تضعف هذه الصدفة المتحجرة مخالب وأسنان غاليارد تقدر إنها تكسر أي عملاق متحجر وهنا انكشفت لإيرن نقطة قوة العملاق الفك واللي بذكاءه راح يحولها إلى نقطة ضعف ويستخدمها لصالحه لاحقا بنرجع لهذه النقطة بعد شوية لا تستعجب ينتقل المشهد إلى بيك وهي مصابة وبطنها تقريبا متقطعة بشكل كبير وحالة أمها حالة واكتشفنا إنه عملاق العربة ما عندها نفس قدرة العمالقة الباقين في الشفاء يعني أوكي هي تقدر تعالج نفسها ولكن الموضوع ياخذ وقته بنفس السرعة لبقية العمالقة المهم قابي بعدها تطلب من فالكو وتقول له يلا روح صحيرنا راينر محتاجينه الآن وقته 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 وقت راينر الآن فالكو قال له يا بنت الرجال اللي فيه مكفي راينر شاف كثير وقاتل كثير سيبي في حاله خلوه يرتاح شوية طبعا قابي عطت وضعيتها من جدك إيش اللي يرتاح أقول لك عنا في حرب يا صديقي المهم انتقل المشهد بعدها إلى وصول طائرة كبيرة وهنا اكتشفنا فائدة الإضاءات اللي تركوها فرقة الاستطلاع على رؤوس المباني وكأنها تحدد أو ترسم مسار حركة للطائرة وللأمانة حركة حلوة وذكية من فرقة الاستطلاع قلت لكم مرة مخططين كل شيء بالتفصيل كل شيء قاعد يصير هو جزء من خطتهم فشلت خطة ألف في خطة با فشلت خطة با في جيم وفي دال يقلع أم التخطيط يا شيخ المهم شفنا هانجي في الطيارة أخيرا داخل الطائرة ومعها واحد متنكر بزي المارلي هل هو منشق من المارلي أو هل هو من جزيرة بردايس للأمانة ما نقدر نجزم ولكن الأكيد أنه في صفهم ومعهم وتحت سلطتهم ولا يمكن هذا واحد من اللي معروفين بس أنا ناسي والله ما أعرف صراحة لأنه كمان بعدها ظهرت بنت ما أدري هل هي هستوريا ولا مين ولكن خانتني الذاكر والله خانتني الذاكر ما عدني قادر أفتكر خلاص يكفي خلونا نكتشف بعدين ما يحتاج أم أنه ظهرت هذهك البنت وحصل معها حوار كده سريع بينه وبين هانجي وإيش الخطة هذه وجابه صيرة القائدة العظيم أروين فلترقد أعضاؤك بسلام المنتشرة المهم أنت ضح لأنه أن الطائرة هذهك متوجهة إلى أرض المعركة وراحين ياخذوا فيلق الاستطلاع أو ما تبقى منهم ويرحلوا على وين بيروحوا الله أعلم بس أنه هذه الخطة أن الطائرة تيجي هما يروحوا معها حلو الكلام حلو الكلام البقر المسكين قال يارد بعدها لما شاف الطائرة قال لا وألف لا والله ما أسمح لهم يروحون أو يهربون ولما بدأ يتوجه ناحية الطائرة أو ناحية فرقة الاستطلاع خرجت له ميكاسة من حيث لا يعلم وبضربة أكرمانية شلوطت له رجلين وشلوط قطعت له رجلينه ميكاسة أكرم أكرم أي جماعة لما نقول أكرمان نعرف أنه بعدها فيه جلد فيه تقطيع فيه قال له نساك المهم أنه الآن غاليارد أو العملاق الفك أمام إيرين ما فيه رجول كيف بيهرب حيقعد يحبيه وخلاص وضعه وضعه مرة معلش منتهي ولا عنده وقت حتى أنه يتعالج ويطلع رجوله خلاص وضعه منتهي يا ويلك ويا سواد ليلك جيت للموت والموت جاء لك هيا قلنا لك بيك قالت لك أوه جوت انثبر محل لك ما تفهم أنت شوية عملاق قزم ما تفهم هاي أبلع 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 المهم يا حبيبي مسكه إيرين وقطع له يده اليمين وقطع له يده الشمال والله يا جماعة ما أدري عنكم بس قال يارد كان وضعه مرة يحزن مرة يحزن شوفوا يا جماعة أنا ما أدري صراحة إذا المشهد هذا ما أحزنكم أنا ما أعرف إش يحزنكم بس وربي شكل قال يارد يحزن شكله يحزن مرة يحزن إيش هذا كده صار جثة ما في يد ما في رجول يا الله وفي يد مين إيرين رحت في يد اللي معاد في قلب وذرة رحمة المهم الآن مثل ما قلت لكم إيرين عرف إن قوة العملاق الفك في مخالب وفي أسنانه فقال خلاص أنا ما رح أكسر تصلب صدفة العملاق المطرقة ما لي إلا إني أحشيها داخل فم قال يارد وأكسرها بنفسي واضحة واضحة وصريحة خلاص هذا اللي بيصير وبالفعل حصلت يا جماعة صارت يا جماعة إيرين يحط الصدفة داخل فك قال يارد ويكسرها ويفرم العملاق المطرقة وتنزل ويشربها إيرين عليه بالعافية حلوة تفاحة آدم بالمناسبة أم العملاق الوسيم هذا يا شيخ طيب رسميا الآن عملاق مطرقة الحرب يفترض أنه في كرشة إيرين والآن إيرين صار عنده قوة المطرقة لأنه أتوقع من الحركة اللي شفناها صارت في عيون إيرين بعد ما أكلها يفترض أنه الحركة ذيك اللي صارت في عيونه تشير إلى أنه في قوة إضافية انضافت له ما هو أكيد لكن هذا التفسير الوحي الدماء وأشلاء في بطنه وعيونه وخلاص واضح أنه إيرين أكل العملاقة المطرقة وصار عنده الآن ثلاثة عمالقة المؤسس والمهاجم والمطرقة يمكن لاحظته مكاسة ونظرتها الحزينة ودموعها عن اللي حاصل ما هو عاجبها الحال ولا هي راضية عن اللي صاير ولكن مثل ما قلنا هذه الحرب قاتل أو راح يتم قتلك الآن قال يارد بلا أيدي وبلا أرجل مجرد جسم صغير لا حول له ولا قوة وفي يد مين في يد إيرين إيرين الغضبان واللي ما عاد في قلب وأي ذرة رحمة وبالفعل إيرين يمسك لك برأس قال يارد وضرب لا تضر كسر وهشم أخبط لا تخبط خلاص يعني في ذيك اللحظة الكل كان منتظر لحظة ابتلاع قال يارد ودخوله في بطن إيرين ولكن فجأة بدأت تتعالى الصرخات صرخات قابي وفالكو بدأت تتعالى صرخات خوف ورجاء صرخات تنادي بإسم راينر الآن راينر أمرهم الوحيد في إنقاذ الموقف الله ناسم يا جماعة والله ما يدري ما نقادر المشهد الصراخ صراخ قابي وفالكو يجيب الهم يحلح قاب تصيح وفالكو يصيح قال يارد جالس ينضرب وبالفعل وعلى إثر هذه الصرخات يبدأ راينر يسترجع وعي وحبه وحبه وفي اللحظة اللي كان إيرني يستعد لعض رقبة قال يارد وابتلاع قوة عملاقه في اللحظة اللي حبست فيها أنفاسي وأنفاسكم أنا متأكد يخرج راينر ولسان حاله يقول حتى الموت مو مخليني أموت بسلام وتنتهي الحلقة على خروج راينر من تحت الأنقاض صراحة كنت على وشك أني أصقع أم الكيبورد في الأرض بس قلت هدي يا وحش خلاص هي كلها وسبوع وتجيك حلقة ثانية ما عليش لا تصير ثور زي قال يارد أهو أنتهى في المطاف الله أعلم وش وضعه المهم يا جماعة انتهت الحلقة على هذا المشهد الرهيب طبعا يمكن لاحظته شكل راينر غريب إلى حد كبير تحس أنه راينر عملاق راينر هو راينر وعملاق والغرابة تكمن أكثر في أنه وجهه تقريبا بدون درع ما فيه الدروع ذيك اللي على وجهه يعني العظام أو الدروع اللي كانت تغطي عملاقه تحسها ما هي موجودة وهذا يتركنا أمام احتمال قد يكون صح وقد يكون خطأ وهي أنه تحول راينر ما كان كامل بنسبة كبيرة يمكن لأنه تعبان أو يمكن لأنه قوته بدأت تلاشا أو يمكن لأنه كان نص ميت ما نقدر نجزم ولكن هنا انتهت الحلقة وما رح نعرف إش بيصير إلى الأسبوع القادم حلقة قوية حلقة تحبس الأنفاس من أولها إلى آخرها ضرب في ضرب أكشن في أكشن جثث وضحايا دمار في دمار آه يا نطيف بس يا نطيف غالباً الحلقة الجايب يكون فيها أكشن تقريباً ما عدي إذا بيكون كلها أكشن أو جزء منها لكن الجزء الكبير من الأكشن تقريباً انتهى راينر نشوف وضع ويش بيسوي بغير كده كل الوضع انتهي طيب يا عيوني في حالك ما تبغى تعرف إيش حصل في مشهد ما بعد نهاية الحلقة شوفني الآن أقول لك وقف الفيديو والله حيستر عليك نشوفك إن شاء الله في الفيديو الجاي وقفت الفيديو يفترض أنك خلاص طلعت أوكي أوكي بعطيك ثلاث ثواني أضافية واحد اثنين ثلاثة بنسولف عن مشهد ما بعد النهاية أوكي يا جماعة مشهد ما بعد نهاية الحلقة ما شفنا فيه شيء كثير ولكن أهم مشهد هو إننا شفنا ليفاي ومعاه اثنين مصوبين أسلحة تجاه إيرين وهذا يتركنا أمام خيارين إما إنه إيرين خرج عن السيطرة وخرج عن مسار الخطة والجماعة نوين يوقفوا عند حده يا ولد أهجد تراك فليت أخلاص يكفي أو إنه في مصيبة ثانية بنكتشفها لاحقا ولكن أتوقع والله أعلم إن المخطط اللي كانوا نوين عليه شلة بردايس أو الخطة والهدف من وجودهم هنا في مارلي هي إنهم ياخذون قوة العمالقة كلها أو على الأقل يدمرون جزء منها وياخذوا شيء معاهم بحيث بعد كده يرجعون ويعيشون بسلام في جزيرة بردايس ما هو أكيد ولكن هذا الشيء وارد يعني توقع إن صح تحليلي للوضع الحالي إن الجماعة خطتهم تقول أوكي دمرنا اللي دمرنا قتلنا اللي قتلنا سوينا المصائب كلها هذيك ولكن الخطة إننا نسترجع كل قوة العمالقة أو معظمها بحيث نرجع ونعيش بسلام داخل الأسوار ونصير إحنا اليد العليا واللي مسيطرين على العالم وما حد يهجم علينا مرة ثانية هذا تحليلي للوضع قد يكون صح قد يكون خطأ الله أعلم ولكن حطوه في الحسبان والظاهر إنه إيرن في هذا المشهد وهم مصوبين عليه الأسلحة خرج عن مصار الخطة وكان ناوي يسوي مصيبة فالجماعة قاعدين يقولوا له هاي أهجد روق أمنا عندنا خطة واضحة خلاص لا تخرج عنها وشفنا بعدها قابي وهي تدخل عليهم بمندقيتها في أي أن كان المكان هذاك اللي هم فيه وتوجه سلاحها ناحيتهم هل رح تقتل أحد أو هل رح تموت هي أو هل رح أحد يوقفها ويمسكوها ما رح نقدر نجزم ولكن رح نكتشف في الحلقة القادمة إلى هين نكون وصلنا نهاية الفيديو أنا عارف إنه الفيديو طويل ولكن كان فيه أحداث كثيرة أيب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيع عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول ولهم من هذا كله اضغط لاك لو أعجبك الفيديو كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم